الهدف الرئيسي من هذا التحالف وتنمية المواطن المصر لأن كل الجهات الشريكة والموقع على المتاق هي جهات في المقام الأول بتخدم المواطن المصر الفكرة بسيطة للغاية جمعيات تعمل في مجال عملها وبنشاط وهم إذا ما تعاونت مع الجمعيات الأخرى سيكون العائد مضاعف لما يبقى فيه تحالف ويبقى فيه اتباع لتنصيق ما بين المجتمعات المدنية هنقدر اللي احنا نساعد بعض وهنقدر اللي احنا نقدم الفرص ونعظم من مواردنا زي ما الدولة واقفة جنبنا لازم نقف دهرها وجنبها ونسعيدها ان احنا نحسن من بلدنا وأهل بلدنا ان شاء الله نكون دلوقتي فرقة من الكبار اللاعبين في المجتمع المدني المصري كلهم فيما يخصوا عشان نشتغل نحو هدف واحد ومحدد فده حيؤدي الى اطعاف اطعاف النواتج اللي ممكن كل حد فينا ممكن يوصلوا على الواحد احنا لو مؤسسة أهل مصر حتشتغل في الحروق زي التخصص بتاعنا مع مؤسسة بنكة عملية شالف الأقضية مثلا فاحنا كده احنا بنعالج هما بيوزعوا كارتين رمضان أو أكل أو كده كده المواطن حيوصلوا كل الخدمات بصورة منظمة وحنا هدفنا ايه في الآخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعض البعض يبقى بيتكامل مع بعض البعض انا بوقع رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الاهلي المجتمع الاهلي ده عبارة عن نواية طيبة وخطط نفسه ومحطوطة علشان تشجع الناس على انهم يصدقوا ان احنا كلنا بنكمل بعض في عملنا اشتركوا في القناة شكرا